السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة المجلة الثقافية في هذا الفيديو سنتحدث عن ثلاث مشاكل مزعجة في برنامج الورد والحل الأمثل لها المشكلة الأولى تشوه النص عند كتابة نص عربي مع نص باللغة الإنجليزية أو أي لغة أجنبية قمنا بكتابة تعريف الميزانية ثم قمنا بتحويل النص إلى اللغة الإنجليزية وكتبنا مثلا بلانس شيت تلاحظ تشوه النص وكتابة النص باللغة الإنجليزية قبل النص باللغة العربية لحل هذه المشكلة نذهب إلى علامة تبويب الشريط الرئيسي أو هوم ثم من مجموعة فقراء نذهب إلى اتجاه نص من اليمين اليسار هذه الأداء ونقوم بالنقر عليها ثم نذهب إلى محاذة إلى اليمين تلاحظ أنه تم حل المشكلة مرة أخرى الآن لو قمنا بكتابة مثلا تعريف الموازنة كتبنا باللغة الإنجليزية برجت مثلا هي القائمة التي تختص تلاحظ أنه تم حل المشكلة المشكلة الثانية المزعجة في برنامج الورد وهي أنك في حال قمت بإدراج جدول في صفحة الورد ونسيت أن تقوم بعمل سطر أو مسافة قبل الجدول ليتم إضافة نص فيه ستلاحظ عدم القدرة على الكتابة توجد عدة حلول أبسطها وأسهلها هي أن تقوم بوضع المؤشر في أي مكان في الصف الأول للجدول ثم تذهب إلى علامة تبويب تخطيط أو Layout ومن مجموعة دمج أو ميرج تختار تقسيم جدول نقوم بالضغط عليه تلاحظ أنه تلقائيا تم إنزال الجدول إلى الأسفل وفتح سطر جديد لأن نستطيع أن نقوم بكتابة ما نريد قبل الجدول مثلاً علامات طلاب بهذا الشكل المشكلة الثالثة وهي صعوب التحريك وترتيب الجداول في صفحة برنامج الورد عندنا هذه الجداول لأننا وردنا أن نضع هذا الجدول بجوار هذا الجدول بهذا الشكل تلاحظ تشوه الجدول الأول وعدم إمكانية وضع الجدول بجواره كما تلاحظون الإضافة لصعوبة تحريك الجدول والتحكم فيه والحل لهذه المشكلة هو أن نقوم بإدراج الجدول داخل مربع ناص ليسهل تحريكه ووضعه في أي مكان تريده وذلك من خلال ذهاب إلى علامة تبويب إدراج ومن مجموعة ناص نقوم بإدراج مربع ناص بهذا الشكل ثم نقوم بالنقر على حدود مربع الناص ونذهب إلى تبويب تنسيق الشكل ومن مجموعة أنماط الشكل نختار إطار الشكل بدون إطار ثم نقوم بتضليل محتوى مربع الناص ونقوم بحذفه من خلال الضغط على delete ثم نتأكد من وجود مؤشر الكتابة داخل مربع الناص ونذهب إلى علامة تبويب إدراج ثم نقوم بإدراج الجدول بالشكل الذي نريده مثلا بهذا الشكل ونقوم بتكبيره للحجم الذي نريده ثم نقوم بإدراج صفوف إذا أردنا بهذا الشكل الآن نستطيع أن نقوم بتحريك الجدول في أي مكان نريده كما تلاحظون بسهولة الآن قمنا بإدراج جدول آخر بنفس الطريقة قمنا بإدراج جدول بهذا الشكل الآن قمنا بتحريك الجدول وأردنا أن نضعه بجوار الجدول السابق فتلاحظ أنه يتم تحريكه بكل سهولة كما تلاحظون حتى أننا يمكننا أن نضع الجدول فوق جدول آخر بهذا الشكل كما تلاحظون نستطيع أن نضعه في أي مكان نريده نستطيع أن نقوم بتعبية الجدول أو إضافة أي صفوف جديدة نريدها بهذا الشكل نستطيع أن نقوم بتحريك الجداول كما نشاء ووضعها في المكان الذي نريده مثلاً لو درجنا جدول آخر من خلال نسخ هذا الجدول يمكننا أن نضع الجداول في أي مكان نريدها بجوار أي جدول نريده أشكر لكم حسن استماعكم وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة